موسيقى ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص واحد من أهم الأسئلة المصيرية التي تتعلق بالحياة والحياة الأبدية وتتميز المسيحية أحبائي بتلت أمور يعني متفردة لا مثيل لها أولا بكتابها هو كتاب إلهي ثم بخلاصها هو خلاص إلهي ومخلصها الرب يسوع المسيح المتميز الفريد الذي لا مثيل له كل الأديان بتتمحور حول التعليم أو التقوس المسيحية تتمحور حول المسيح المخلص الحي الذي ما زال يعمل حتى هذه اللحظة وهذا السؤال أحبائي سؤال في غاية الأهمية سؤال بسيط جدا ولكن يحمل في طياته موضوع هام وموضوع عميق موضوع روحي مهم جدا لكل واحد بشاهدنا في هذا البرنامج ماذا أفعل لكي أخلص والحقيقة أن العالم كله عم بفتش وعم بيبحث عن وسيلة خلاص الناس جربت الأديان وجربت السياسة وجربت أشياء كثيرة ولكن في بحث في جوع روحي في عطش روحي في كل مكان وهذا السؤال لا أحد يستطيع أن يجيب عليه إلا شخص واحد وحيد وهو الرب يسوع له كل المجد ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص ابقوا معي حتى أتكلم عن هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر ماذا ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان هذا السؤال وجه من سجان فليبي والخلفية لهذا الموضوع بولوس وسيلة كانوا بيخدموا في منطقة آسيا وكانوا بيزوروا الكنائس ومكتوب في إصحاح 16 من سفر أعمال الرسل الآية 5 وكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم ولكن حدث شيء مهم أنه الروح القدس منع بولوس يتكلم بالكلم في آسيا وفتح الباب باب جديد في أوروبا وفعلا الرسول بولوس أطاع هذا الصوت وذهب إلى أول مدينة في يعني بعد نيابلس إلى فليبي فليبي كانت مستعمرة رومانية في مقاطعة مكدونية في منطقة فليبي فهناك ابتدأ بالتبشير في اجتماع للنساء والرب فتح قلب ليديا لتصغي إلى مكان يقوله بولوس آمنت واعتمدت هي وأهل بيتها والشيء الثاني اللي حدث في فليبي إنه في جارية بها روح عرافة روح شرير وكانت تضايق بولوس والخدام اللي كانوا معاه ولكن بولوس الرسول انتهر هذا الروح النجس الشرير وقال له أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها فخرج في الحال هذه المدن كان جزء من البزنس تبعها هو العرافة فكانوا يجندون الجواري حتى يقوموا بعمل السحر والعرافة ففي كلمات أخرى بولوس الرسول دمر البزنس العرافة في هذه المدينة مدينة فليبي والنتيجة رفعوا قضية على بولوس وسجنوا بولوس وسيلة ولكن الآت اللي بتاع بولوس وسيلة كانا يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن فانفتحت الأبواب وانفكت قيود الجميع وطبعا في هاي الحالة بحسب الحكم الروماني إنه الشخص اللي بيفلت منه السجين يعاقب بالإعدام فأراد السجان أن ينتحر ولكن بولوس أوقفه وخبره إنه هذه إرادة الله لتفعل بنفسك الشيء ردي وفعلا أخذهم للبيت غسلهم من الجراح وأثار الضرب وسأل هذا السؤال اللي في غاية الأهمية السؤال المصيري وهذا السؤال يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص أجابا وقالا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وبالفعل آمن سجان فليبي هو وأهل بيته واعتمد أيضا وأصبح جزء من هذه الكنيسة من كنيسة فليبي ولكن هذا السؤال ما زال يشغل العالم كيف أخلص كيف أحصل على الخلاص الكامل ولربما مع بساطة هذا السؤال أحبائي إلا أنه واحد من أهم الأسئلة وواحد من أعمق الأسئلة لأنه كما ذكرت يتعلق بأبديتك ومصيرك إلى الأبدي والسؤال طبعا لماذا أحتاج أن أخلص هي لأنه بكل بساطة أنه الإنسان منفصل عن الله والخطية فصلت بل حجبت طبعا وأصبحنا بالطبيعة الخطاءة الطبيعة الساقطة الطبيعة الميالة إلى الخطية وهذا ابتدأ أحبائي من خطية أبوين الأولين آدم وحواء ولكن الله أخذ زمام المبادرة وألبس هما أقمص من جلب يعني ابتدأت فكرة الذبيحة بالإيمان لازم يصفك دم حيوان وكان هذا يرمز إلى الذبيح الأعظم حتى يفدينا وهذا تم في ملء الزمان بمجيء ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ولكن الخطية استشرت وتفشت في البشرية وأصبح كل فكر الإنسان ملوث وشرير وطبعا كان فيه تحذيرات كثيرة عبر الأزمان وعبر التاريخ فنرى أولا أحبائي يعني نتيجة الخطية النقائين قتل أو ذبح أخوه وهذه صفة الشيطان العنف يقول الكتاب عن الشيطان أنه كان ذاك قتالا منذ البدء فابتدأت فكرة العنف والقتل اللي هي من قاع جهنم اللي مؤسسها وأساسها الشيطان وابتدأت الخطية تزداد والعنف يزداد فالله برحمته ومحبته أدان شعوب كثيرة وعاقب شعوب كثيرة منها كنعان التي استشرت وتفشت الخطية بكل معنى الكلمة فكان كل تصور الأفكار إلى مجيء الطفان وأهلك الطفان كل الأرض معد عائلة واحدة عائلة نوح وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجاتهن وبعد نوح طبعا استمر الوضع وأرادوا أن يبنوا برجا يعني بكبرياء ليصلوا إلى الله فالله بل بل ألسنتهم وتشتت الناس في كل الأرض منيجي أحبائي إلى فكرة الخطية أنه تفشت واستشرت في منطقة سدوم وعمورة إلى درجة أنه لم يجد الله عشر عشر أبرار لكي يعفو عن هذه المدينة فرمد مدينتي سدوم وعمورة أو مدن السهل في جنوب بحر الميت معد مدينة صغيرة صغيرة حتى ينقذ لوط وأولاده أو لوط وبناته بالأحرى فإذن والخطية ازدادت الله أرسل الأنبياء يحذرون وينذرون الناس أنه الخطية لها عواقب النفس التي تخطئ عني تموت وأننا كلنا كغلى من ضلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه أي على المسيح إثم جميعنا والخطية ابتلأت تنتشر وأخيرا الله أرسل ابنه وحيده ربنا يسوع المسيح لكي يموت عنك وعني بديلا عنك وعني لكي يكون الذبيحة الكاملة النهائية والإعلان النهائي والأخير الكامل أي لا إعلان بعد المسيح ومع هذا الناس ما زالت في الخطية ولكن الله دبر خطة خلاص وهي الخطة ما كانتش صدفة لكن كانت قبل تأسيس العالم اللي عاوز أقوله أحبائي نحتاج إلى الخلاص لأننا ملوثين بالخطية يقول الكتاب إذ الجميع أخطأوا بدون أي استثناء إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله جميع برنا هنا النبي إشعياء بيتكلم النبي بيتكلم كخرقة نجسة ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد والكتاب بعلمنا نحن مولودين بالخطية بالخطية ها أنا ذا بالإثم صورته وبالخطيئة حبلت بأمي ومش بس إحنا مولودين بالخطية بل إحنا بإرادتنا نخطئ أحبائي كما هو مكتوب في سفر الجامعة إصحاح سبعة والآية عشرين لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ والرسول يحنى في رسالة الأولى لإصحاح الأول والآية الثمانية قال إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا فإذن الخطية استشرت وتفشت في كل مجالات الحياة ومكتوب أيضا إنه أجرة الخطيئة هي موت فإذن الله لابد أن يدين الخطيئة لأنه الله قدوس عادل بار لازم يدين الخطيئة فالسؤال كيف أخلص وهذا السؤال اللي وجهه سجان فليبي ماذا أفعل لكي أخلص كيف دبر الله خطة الخلاص طبعا الجزاء العادل الخطيئة هو جزاء أبدي غير محدود فإذن الله وحده هو من يستطيع أن يفي به لأنه وحده الأبدي الغير محدود فهو الذي يستطيع أن يخلص الإنسان ولكن الطبيعة الإلهية لا يمكن أن يموت اللهوت لا يموت لهذا أحباء صار الله بشرا والكلمة صار جسدا وحتى أرجع عشان نفهم مفهوم الكلمة في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا في البدء كان عند كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه فإذا واضح من هذه الآيات هنا بيتكلم عن اللهوت لهوت المسيح المسيح الإله ولكن بنفس الإصحاح في يحن واحد آية 14 مكتوب والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا فالطبيعة الإلهية لا تموت لهذا صار الله بشرا في شخص يسوع المسيح لهذا السبب أحبائي الخلاص هو أهم موضوع في حياة الإنسان جاء يسوع في جسد بشري ولد بدون خطيئة ولد المسيح بدون عذراء لم يمسه الشيطان ولم ينخسه المسيح عاش حياة كاملة بلا خطيئة لكي يكون الكفارة الكاملة والذبيح الكامل والحمل حمل الله الكامل والذبيح الكاملة النهائية التي أبطلت كل ذبائح العهد القديم سلم نفسه لموت الصليب ليس لأحد لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحباء ولأن المسيح صار إنسان أمكن المسيح أن يموت ولأن يسوع هو الله فإن موته له قيمة أبدية قيمة عظيمة قيمة غير محدودة بموته أي بموت يسوع المسيح دفع الثمن الكامل لخطيانا وليس فقط لخطيانا بل لخطايا كل العالم يحن الأولى إصحاح 2 والآية 2 حمل عنا العقاب اللي أنا وإنت منستحقه ومن خلال قيامة يسوع المسيح من بين الأموات موته كان الذبيحة الكاملة والكافية عن خطيانا وفي نفس الوقت إنه الوحيد الذي يستطيع أن يرضي الله ويوفي المطالب والعدالة الإلهية وفي نفس الوقت لم يفقد المحبة فهو محبة وهو عادل وهنا التوازن في الصفات الإلهية فإذا أحبائي هذا هو الخلاص اللي إحنا بنتكلم عنه الخلاص اللي بنتكلم عنه هو الخلاص يعني من الخطيئة هو التحرر من سلطة الخطيئة والخلاص من عقوبتها ومن شدتها ومن مراوغتها ومن قسوتها فالخطيئة أحبائي خاطئة جدا فالكتاب المقدس يصف الإنسان أنه ميت بالخطايا والذنوب أنه في الظلمة وأننا في حالة الهلاك والضياع وأننا نستحق الجميع الجحيم فإذا استحال أي نبي أو أي إنسان يكون كامل حتى يقوم بخلاص البشرية عاش بيننا وضحى بنفسه طواعية واختيارا من أجلنا وسلم نفسه لموت الصليب ولأنه إنسان أحبائي مات على الصليب حتى يتعاطف مع الإنسان ودفع الثمن الكامل لخطيئنا هذا العقاب مثل ما ذكرت أنا وإنت منستحقه ولأن المسيح قام وأرض الله فخلاص صار إنه مجرد في نظرة التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاص الأرض لأن أنا الله وليس آخر وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فالسؤال مرة أخرى كيف أخلص وكان جواب بولوس بكل وضوح آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد حلك فالجواب إنه جاء المسيح ليه يخلص لأنه أتم بل أكمل العمل كل ما عليك هو أن تؤمن فقط مكتوب لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا عمله مخلوقين بالمسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياء الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم وهذه هي الدينون إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة فنلاحظ أحبائي إنه الخلاص هو هبة عطية مجانية بنعمة الله فالخلاص بالدم مثل ما ذكرنا والخلاص هو بالنعمة النعمة العطية المجانية التي لا نستحقها ولا نستطيع أن نعمل لأجلها وكم من الأعمال التي أو نستطيع أن نرضي الله ومتى نصل إلى الحالة أن نقول بأعمالي استطعت أن أرضي الله لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس استحالي أنك توصل بالأعمال وكيف ترضي الله بالأعمال يقول أجرة الخطية هي موت وأما هبط الله فهي حياة أبدية فهل الأعمال ترضي الله شيء طبيعي أن الأعمال ينبغي أن تكون نتيجة وبرهان الخلاص لا تستطيع أن تقول أنا مخلص وأعمالك وشهادتك عكس إيمانك فشهادتك وإيمانك واختبارك وأعمالك تبرهن وتترجم إيمانك بيسوع المسيح كثير ناس بتدعي الإيمان ولكن هذا الإيمان بعيد كل البعد عن معرفة الله قال يسوع المسيح أنا هو الباب إن دخل بأحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا قال يسوع المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي وكما عبر الرسول بولوس عن هذا الخلاص قال صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن يسوع المسيح قد جاء إلى العالم ليخلص الخطى الذين أولهم أنا وكما قال الملاك للمطوبة مريم تدعو اسمه يسوع أو يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعب من خطاياهم وكما قال بطرس الرسول وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص فإذا أحبائي ينبغي أن تأتي بالإيمان الكامل في شخص ربنا يسوع المسيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص أحبائي كان جواب الرسول بولوس آمن بالرب يسوع المسيح المسيح هو رئيس خلاصنا وهو رئيس الحياة ورئيس الإيمان الرب يسوع هو مصدر إيماننا وهو القوة الذي يعطينا حتى نؤمن في شخصه المبارك وهنا أحبائي عندما يقول آمن بيتكلم عن الإيمان الكامل وهذا الإيمان أحبائي مش مجرد أي إيمان خليني ممكن سمعتوها من قبل هاي تعلمتها من قسيس مبارك في الإيمان النقلي هذا هو إيمان الشياطين الشياطين تؤمن بل تقشعر وكانت تؤمن أتيت قبل فوات الأوان لتهلكنا آمنت أن يسوع المسيح هو الديان والشياطين آمنت أنه قدوس الله والشياطين آمنت أنه ابن الله والشياطين طلبت إذن من يسوع المسيح عندما أخرج الشياطين والأرواح الشريرة من لاجئون أو من الشخص اللي كان مسكون في ألاف من الشياطين عند طبعا في كورة الجدريين فإذن هذا الإيمان الشياطين إيمان يعني إيمان عقلي لكن ما صبش القلب في ناس عندها معرفة ولكنها بتتحجر في إيمان نقلي إيمان النقلي هو إيمان الأقدمين إبراهيم إصحاق يعقوب الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لويس ثم أمك أفنيك وأنا موقن أنه فيك وأنك منذ الطفلية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بربنا يسوع المسيح فإذن مثل كورنيليس كان مؤمن بالله أو ليديا بائعة الأرجوان كانت تؤمن بالله ولكنهم يحتاجون إلى رسالة خلاص لكي يؤمنوا بعمل المسيح الكامل على الصليب وقيامته من بين الأموات ثم الإيمان الشكلي وللأسف أقول أنه هذا إيمان الإسميين يعني المسيحيين الإسميين لأنه ولدوا مسيحيين ولكنهم بعيدون كل البعد عن حياة يسوع المسيح ثم الإيمان القلبي هو إيمان المفديين لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص حتى أراجع الموضوع قلنا إيمان العقل إيمان الشياطين إيمان النقل هو إيمان الأقدمين الإيمان الشكل هو إيمان الإسميين والإيمان القلبي هو إيمان المفديين بدم الرب يسوع المسيح فعندما أقول الإيمان الكامل هذا الإيمان ينبغي أن يكون مقرون بالتوبة ولكن حتى نصل إلى حالة التوبة لازم يكون في اعتراف ما فيك تآمن أو التوب بدون ما تعترف بخطيتك وإن بتقر بخطيتك ترحم يقول الكتاب ومن يقر بها ويتركها يرحم فإذن أول شيء لازم بهذا الإيمان هو الاعتراف الاعتراف بخطيانا أننا أخطأنا في حق الله وقداسة الله وأخطأنا إلى الإله الغير محدود فعقاب خطيانا ينبغي أن يكون غير محدود والاعتراف بربوبية يسوع المسيح يسوع هو المخلص الوحيد هو الرب الوحيد وهو الطريق الوحيد وهو الملك الوحيد وهو السيد الوحيد نعترف بيسوع ثم نعترف أيضا بخطيانا إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم ثم التوب يقول كتاب توبوا وآمنوا بالإنجيل فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل أعمال رسول 17 آية 30 فتوبوا وارجعوا لتمحى خطياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب وهذا طبعا موجود في أعمال 3 آية 19 فإذا هذا الإيمان مقرون بالتوبة يعني العملة ذات الوجهان وجه أنك تؤمن بيسوع والوجه الآخر أنك التوب وتعترف وتقر بخطياناك تتركها ترجع عنها تعمل فصل كامل قطع كامل للماضي وأن تعزم وتصمم أن تتبع يسوع المسيح بإرادة خاضعة بإرادة كاملة أن تتبع يسوع المسيح كمخلص الخلاص أحبائي من دين الخطية فهي عبق حمل والديون احنا منعرف المديونين يعني بيشعروا بأثقال وأحمال دين الخطية وصفها يسوع بالدين يعني في المثل في متة 18 بيتكلم عن عبد كان مديون بعشر آلاف وسامحوا في عبد تاني ما سامحوش بالمئة دينار وبالمثل اللي تكلموا لسمعان عندما جاءت المرأة الخاطئة في لوقة إصحاح السبعة وتكلم عن مثل 500 دينار والآخر 50 دينار وسامح يعني اللي سامحوا بالأكتر هو اللي اختبر أكتر فإذن المسيح أو الكتاب يوصف إنه الخطية هي الثقل هي عبق هي دين فالمسيح حررنا من دين من دين الخطية من سطوتها من قسوتها اللي بتعمل شيء تاني الخلاص من سلطة الخطية فالخطية لها سلطان بتأذي وبتشوه وبتلوث الجسد والنفس والروح والخطية لها السلطان محتاجين إنه نتحرر منها نتحرر بالكامل بسلطان يسوع وبقوة دم يسوع المسيح يعني أن نترك العادات السيئة ونبتدي أن نصير بموجب وأن لا نصير بموجب ميولنا أو نزواتنا المنحرفة والمبتعدة عن قداسة الله يقول الكتاب المقدس تمموا خلاصكم بخوف ورعدة لأن الإله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصرة الرب يعطينا الإرادة حتى نتحرر من سلطة وقسوة وتأثير وبشاعد الخطية فالخلاص هو تحرير الإنسان من دين الخطية من سلطة الخطية ومن عبودية الخطية بكل معنى الكلمة خليني أخد مكالمة أحبائي قبل ما أستكمل حديثي معنا الأخت يوستينا من شمال أفريقيا أهلا وسهلا أخت يوستينا أخت يوستينا أنت معنا على الهوى أوكي طيب خلينا أكمل عاوز أقول أحبائي شيء مهم جدا الخلاص لا يستطيع أحد أن يقوم بعمل الخلاص إلا الله وحده مكتوب طلب رجل من بينهم يقف في الثغر ولكن اللي خلص خلصت يمينه ذراعه فالخلاص أحبائي هو عمل إلهي كامل اسمعني بكل وضوح هو عمل إلهي كامل لا دخل للإنسان فيه قط مطلقا استحالة تتذكروا لما في شاب أجى ليسوع المسيح وكان السؤال ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية أجاب جاوب المسيح بحسب مفهومه موضوع الوصايا ولكن السؤال من يستطيع أن يطبق الوصايا إذا يعني فعلنا كل الوصايا وأخطأنا أو عثرنا في واحدة فنكون مجرمون في الكل فإذا ما في خطية تبررها عن خطية تانية وشيء آخر قال يسوع إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لن تقدروا أن تدخلوا ملكوت الله فإذا الخلاص بطريقتين إنك تكون إنسان كامل تعمل الوصايا الكاملة تكون بلا خطية بلا عيب أمام الله هاي النظرية الأولى سقطت لأن الكتاب حكم علينا إذ الجميع بدون استثناء من آدم إلى آخر إنسان أخطأ الأنبياء كله كله أخطأ ما عدا يسوع المسيح فإذن المعادلة الأولى سقطت هنا بيجي الفكرة الإلهية في موضوع الخلاص وقبل ما أتحدث عنها يمكن رجعت الأخت يستينا أهلا وسهلا أنت معانا على الهوى سلام المسيح أهلا قسيس سلام المسيح معك أخت يستينا أهلا وسهلا فيك إذا ممكن تعرفي عن نفسك لأحبائنا المشاهدين أهلين بجميع الناس اللي يتابعونا أنا يستينا من شمال الفائلية أهلا وسهلا تفضل أخت يستينا إيش على قلبك تشاركي أهلا فيك أنا حبيت أشاركم محبتي للمسيح وحياتنا قبل وبعد إيماننا بالمسيح وكيف الإنسان يتغيى من الداخل يؤمن بواب يسور يصير يحب الناس يصير إنسان فعال في المجتمع حتى أن داخلك سيتغير وهذا أنت جابة خاصة لذلك ندقوكم للإيمان بالسيد المسيح شو اللي صار معك يا أخت يستينا اللي سامعنا أنه إشنا مشاكل كثيرة واضطهادات ومع ذلك نحن سعيدين لأنه كل ما ضيقوا علينا وكل ما اضطهادونا إلا نعرف حالنا نحن في الطريق الصح اتفضل أخت يستينا كم لي إحنا عم نسمع حبيت أقول لكم إنه الإيمان المسيحي جميل وواقي وإحنا كشعوب مطلومة ومسلوبة الإعادة ما عرفنا الإيمان حامونا من الإيمان بغاية سوى المسيح فاردوا علينا الدين يأمر بالعنف للأسف أنا لا أحاول أن أقلل من المسلمين لا أنا أحاول أن أعطيهم صفعة وعي يعني حاولوا تنظر إلى مجتمعاتكم المبطهدة مجتمعاتكم اللي اللي فاسدة يعني إحنا اليوم في أزمة أخلاق حاولوا تبحثوا عن السبب الأساسي لماذا نحن بهذا الشكل لماذا الدول المسيحية متطوّة وعندها إنسانية وتحب الماء وطفل ولماذا المجتمع الإسلام يكه الماء يكه الأقليات يكه وحتى بعضهم بعض تخيل نحن في شمال إفريقيا تربينا على تقافة الكوه منو أنت طفل تكه تتعلم فقط تكه ولا تحب بينما المسيح علمنا الحب علمنا أن نحب حتى أدونا بدي أقول كلمة ولو أني ما حبيت أقولها بس أنظر ونحن كشعبين المسيحية لأن المسيحية تصنع مننا أشخاص طيبين تصنع مننا أشخاص دو قلب رحيم فقط هذا اللي حبيت أقوله حبيت أقول لكم أنظر إلى سبب معاناتنا وأحترف السبب أحترف أن كلامي صحيح ربنا يباركك يا أخت يستينا إحنا منصلي حماية الرب عليك وعلى حياتك وربنا يباركك ويستخدمك شكرا كثير على هذه المداخلة شكرا حبيت أقول بس إحنا اليوم مش عاعفين تفضلي إحنا إذا رح نعيش ممكن تعيد الجملة إحنا مش عاعفين إذا رح نعيش اليوم أو لا يعني ممكن بكري يقتلونا ولكن اللي يهمني أنه فكرتي وصوتي يقل الصوتي يوصل للعالم يسمعوني العالم آمين آمين ربني يباركك وربني يحميك أخت يستينا وأنا عاوز أقول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقس قلوبكم اليوم هو يوم خلاص الخلاص أحبائي هو عمل إلهي كامل لا دخل للإنسان فيه إطلاقا فالخلاص هو فكرة إلهية والخلاص هو مبادرة إلهية والخلاص هو إنجاز إلهي الخلاص فكرة إلهية قبل ما أخطأ آدم وحواء الله طبعا ما تسألني الصعب كيف شوية الطراب اللي هون تفهم الله الغير محدود فهي فكرة إلهية مكتوب أحبائي وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا فالله خارج عن نطاق الزمن غير محدود في الزمن ولكنه يتعامل في الزمن هاي فكرة يعني قبل قبل تأسيس العالم مكتوب أيضا فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب لاحظ بروح أزلي في بطرس الأولى إسخاح الأول والآية 18 عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذاب وبيكمل يقول بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكنه أظهر لكم في الأزمنة الأخيرة فأظهر من أجلك ومن أجلي ثم هي مبادرة مثل ما حكيت ثكرة وهي مبادرة إلى هي الله اللي أخذ المبادرة أن يصنع أقمصة من جلد لآدم وحوا الله اللي أخذ المبادرة فكل الأديان النبي بحاول يوجه الشعب لأله ولكن المسحي فقط تعلم أن الله هو الذي أخذ المبادرة وجاء للإنسان من خلال شخص يسوع المسيح والكلمة صار جسدا ولكن ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه الكيفية مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني فإذن هي فكرة إلهية مبادرة إلهية وإنجاز إله أحبائي مكتوب أحبائي الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا فإذن هذا العمل هو عمل يسوع المسيح متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بالمسيح يسوع ربنا خليني أخذ كمان مكالمة من عدنان عدنان من سوريا أهلا وسهلا تفضل انت معانا على الهوى الرب يباركك سلام الرب يسوع المسيح القدير أخي الغالي القسيس نظار وسلام الرب معك يا أخ عدنان أهلا وسهلا فيك الرب يباركك سلام المسيح ألك والقناة والكل المشاهدين واللي بيسمعوا صوتنا شكرا تفضل أخ عدنان أنا في الحقيقة أنا اسمي عدنان من سوريا مدينة عفرين مدينة كوردية الشمال سوريا رب يباركك الله يسلمك أنا لفترة في ألمانيا قرابت تقريبا عشرة أشهر أشكر الرب أنه في صلواتي الرب سمع واستجاب وخلاني أتعرف على أختي دينا وأشكر الرب لأجل أنه خلتني وإساعدتني أني أتواصل معكم والرب سمح فرصة أني أشارك معكم في اللقاء هذا تفضل أخي عدنان أخي المبارك إذا لو تكرمت لو سمحت أنا أحاب أن أبدأ بصلاة بسيطة إذا ممكن نعم يا رب إلهنا صالح أشكرك أيها الأب السماوي أيها الخالق العظيم خالق السماوات والأرض يا من خلصتني وعرفتني ذاتك بإسم الرب يسوع المسيح أشكرك يا من تكلمت فيهم من خلاله مكتوب كلامك قلت حيث ما أجتمع أثنان أو سلاسة هناك أكون في وسطهم يا رب أنا أشكرك يا رب أنا أصلي يا رب يا رب بحت هالاتصال بين إيديك يا رب تحت حمايتك يا رب يا رب بين يديك القادرتين يا رب تحت حماية غطاء دمك الكريم يا رب ولمجد اسمك يا رب يا رب أنت تكلم من خلالي يا رب أنا أصلي أنه أنه أنس اختباري يا رب واتصالي واختباري يكون لمجد اسمك ولخلاص نفوس كثيرة يا رب يا رب يا من مكتوب كلامك قلت اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها نعم يا رب يا من عرفتني ذاتك في تركيا يا رب وأوصلتني بي إلى ألمانيا يا رب نعم يا رب لكي ما أشهد لإسمك القدوس المبارك الرب الأرباب ملك الملوك الحي القيوم والمقامن بين الأموات يسوع المسيح آمين يا رب آمين آمين فضل أخ عدنا آمين حضرة القصيس نزار أنا حوالي تقريبا سبع سنوات أنا أمنت بالرب يسوع المسيح الرب عرفني ذاته أنا كنت من خلفية إسلامية مسلم بسيط عادي أغلبية الكرد المسلمين هن مسلمين بسطاء مش متشددين وأنا كنت في صلاة أصلي وقت ما كنت في إسطنبول أشكر رب أنه خلاني أسأله أبحث مرة من المرات زوجتي راحت طبعا هي كمان مؤمنة بالرب يسوع المسيح زوجتي راحت قالت لي أنا بدي روح مع بنت خالتي لعند أخت مسيحية هي كمان من حسكة من سوريا قالت لما عندي مشكلة وأنا كنت في هداك الوقت أصلي صلاة إسلامية كنت مسلم عادي أصلي كمان ما عندت وما رفضت بعد فترة من الفترات راح وقت قرابة أربع خمس تشور أشور انتقلت من بيت لبيت تاني وبسطفة فتحت اليوتيوب سماعت لأخ يمكن وجيه رهوف إذا ما أنا بخربت أخ مصري بعنوان فيديو بعنوان المسيح هو الله من القرآن والتوراة والإنجيل من التوراة والإنجيل والقرآن فتسمعت الفيديو للأخير قرابة ساعة 12 بالليل ركعت على ركبي وناديت للخالق قلت يا رب كلمته وطلبته قلت له يا الله يا رب خالقي وخالقة السماوات والأرض يمكن إذا البعض يعرف أو سمعانين بمطرب كردي مشهور اسمه شفان بروار قلت يا رب شفان بروار معروف أنه بيتكلم بـ 32 لغة لكن أنت إله وخالق شفان بروار أنا رح أكلمك باللغتين بس الكردي والعربية يا رب أنا رح أسألك مين هو المسيح أنا لك سألته مين هو يسوع أو عيسى قلت مين هو المسيح هل هو نبي كباقي الأنبياء كما هو مسكور في القرآن أم هو شخصك وتجسدك على الأرض يا رب أنت إله قادر لا تخضع لتجارب وطبعا بالكردي كمان باللغة الكردية سألت الرب كلمته وخاطبته وإذ في وضعت رأسي ونمت قرابة ساعة أربع الصباح أنا في حلم أخي نزار واقف أمام باب على مسافة بعد عشر خمسة عشر متر وإذ يدين على سطح الباب ببرموا اليدين اليدين ببرموا ببرمة الإيدينا دول بيطلع صوت قوي منه بيقول باسم الرب يسوع المسيح وطلع على يمين الصور من فوق شخص بنور عظيم ما قدرت أشوفه هذا في حلم أخي نزار وبعد منه أنا استحقظت فقط من نومي فورا والعفو قعد على مقعدتي وإذ خرج من طرف اليمين بسرعة البرق شيء طلع من طرف اليمين أسفل البطن وانضرب على فختي لتحت بصوت وبتقل بوزن هذا أول اختبار أنا عرفت الرب أخ عدنان نعم أخ أنت شوقتني أكتر أنه إن شاء الله أخ عدنان أنا عاوز أعمل حلقة اللي عاوزك تشارك أكتر بكل اختبارك لأنه فعلا شيء عجيب وعظيم أنا بقول لأنه حابب أعطيك الفرصة الأكبر ولكن الوقت عم بجري بسرعة أخ عدنان بس أنا عاوز لو تختمها هيك بأكم كلمة اللي عاوز توصل رسالة وبحب يعني بعد إذنك أنه نعمل هيك مرة تانية تأخذ فترة أطول تشارك هذه الاختبارات لأنه فعلا شيء عجيب وشيق جدا تفضل أخ عدنان نعم أمين أنا في الحقيقة طبعا أجاني الرب يسوء المسيح بعد من فترة طلبت الرب الخالق أجاني ولمسني على كتف اليسار لكن أنا حابب باختصار أنا كوني أنا أسمي أو سميت نفسي مش عابر عائد للإله الحق اللي بيسمع وبيستجيب أنا أوجه صوت إلى كل من هو يريد أن يعرف الإله الحق أنا أقول له تعالوا إلى من مكتوب كلامه تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيدي الأحمال وأنا أريحكم آمين أخ عدنان آمين حبيبي يعني ويريت أنا يعني طمعان وربنا يباركك أنه نعمل كمان مشاركة بس تكون أطول اللي تشرح أكتر لأنه حابين أنك تخبر أكتر يعني عشان في كتير ناس اللي هي مثلك بين البينين يعني مش عارف يأخذ القرار فأعتقد أنه كلامك أكيد رح يوضح أمور كثيرة أنا باعتذر لك يا أخ عدنان ربنا يباركك ورح يكون إلنا لقاء تاني بنعمة الرب ربنا يباركك يا أخ عدنان طبعا يعني واحدة من المشاكل هو الوقت أحبائي ولكن الكتاب بعلم آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت فإذن إحنا محتاجين أنه نيجي كالابن الضال ابن الضال مكتوب فراجع إلى نفسه وقال قد أخطأت إلى السماء وقدامك أو مثل داود عندما اكتشف أمام النبي ناثان خطيته الفضيعة الشنيعة قال هذه العبارة قد أخطأت إلى الرب فالشيء المهم في إيمانك بالرب يسوع أن تدرك أنك أنت خاطئ وأنك أنت محتاج للخلاص لأن وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة والمسيح يعني مكتوب عنه الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه فكان لازم يسفك دمه لأن نفس الجسد هي في الدم كما يقول في سفر اللويين إصحاح 17 والآي 11 وبالرسالة إلى العبرانيين بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا والكتاب بسطها لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص والرب ميز يسوع إذ قال عنه هذا هو ابن الحبيب له اسمعه فأنا بصلي أنك تحصل على الخلاص الخلاص من الخطيئة الخلاص من عذاب الضمير من عذاب السعير يعني جهنم من بئس المصير يعني جهنم النار الأبدية لكن تؤمن بيسوع لكي تستمتع بالحياة الأبدية الخلاص من غضب الله اللي انسكب أو على وشك أن ينسكب على العالم الخلاص الأبدي الحياة الأبدية والضمان الأبد في يسوع المسيح الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون بل قد انتقل من البوت إلى الحياة متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفار بالإيمان بدمه مثل ما ذكرت حالتنا احنا منفصلين عن الله ولكن الله بمخطط العجيب أحبنا أرسل يسوع كيف ممكن أتجاوب يقول كتاب كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاص هذا مقداره والله بيستخدم كل الطرق وكل الوسائل حتى يلفت انتباهك كتير مرات الله بيستخدم الكلمة كلمة الله الله بيستخدم الروح القدس الله بيستخدم العناية مثلا في اختبار عدنان شوف كيف الله من خلال حلم من خلال إعلان وراء الحياة الأبدي وراء أنه هو المخلص باسم يسوع المسيح ومرات كتير الله بيستخدم الخدام بيستخدم الخدام مثل اليوم نقولك آمن بالرب حتى تنجو من القصاص من الدينونة فالله بيستخدم كل الوسائل حتى يجتذبنا إلى نعمته وعلى فكرة هذا الخلاص يتضمن خمس أمور بحال إيمانك بالرب يسوع المسيح الخلاص هي الكلمة الكبيرة يعني أول تحصل على التغيير تتغير إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه وهذا الشيء التاني التبني أصبحنا أولاد الرب بالتبني شيء ثالث حصلنا على التبرير وهذا التبرير موقف قضاء الله يحكم ببرك وبراءتك من خلال دم يسوع المسيح من خلال شخص يسوع المسيح أصبحنا بر المسيح نحصل على التجديد من خلال الولادة التانية وأيضا نحصل يعني على التقديس نتقدس نصبح قديسين مقاما من خلال عمل الخلاص الكامل وطبعا يعوزني أن أتكلم يعني وقت طويل عن الامتيازات وبركات الخلاص ولكن أريد أن أقول لا تقامر بحياتك ولا تغامر بأبديتك أو نفسك مثل ابحث مثل عدنان ومثل يستينا آمن بالرب فتخلص أنت يعطيك الحال الأبدية بتكون سبب خلاص لكل من حولك الرب يباركك إلى اللقاء